فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولهذا لا يجوز لنا أن نعمل أعمال الجاهلية لا في العبادات ولا في العادات ولا في التقاليد ومن ذلك نخوة الجاهلية والتفاخر بالآباء والأجداد أو العصبية القبلية أو الثارات الجاهلية فالمسلمون إخوة المسلمون إخوة وإذا حصل قتل عدوان فالله شرع القصاص بشروطه وليس هناك ثارات ولا يقتل غير القاتل لأن أهل الجاهلية لا يتقيدون بالقاتل بل ربما يتركون القاتل لأنهم يرون أنه لا يستحق القتل لأن قتله ذلة عندهم فيذهبون إلى سيد القبيلة أو إلى كبير القبيلة فيقتلونه فيأخذون الأبرياء بجرائر المجرمين هذا من أمور الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يقول ولا تزروا وازرة وزر أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجني جان إلا على نفسه فلا يجوز أننا نأخذ البريء بجريمة المجرم بل يأخذ المجرم بجريمته وأما أخذ غير المجرم بجريمة المجرم فهذا من أمور الجاهلية ترجمة نانسي قنقر